ومازلنا بنتكلم عن سلام يليء بليلة وترية مرجوه ان هي تكون من ليالي ليلة القدر اتكلمنا عن سلام الوسع وتكلمنا عن عين النور اللي بنشوف بيها بوسع الواسع سبحانه وتعالى وبيخلينا وسع الواسع ده لننشوف ان احنا ليلة القدر دي بتكون فرصة اخيرة ولا حتى بنحس ان في نهاية الرمضان لكن احنا بنحس دايما ان مع كل نهاية الكريم بيفتح بداية واحنا عايزين ان رمضان يكون باب لينا على سلام الوسع فنعرف ان ربنا سبحانه وتعالى وسع علينا في كل شيء في حياتنا فما نخافش من فوات اي شيء وما نجريش ورا الدنيا بكل ما فيها ونخاف ان احنا ما نحصلهاش ده احد معاني الوسع اللي عندنا احد معاني الوسع ان انت ما تعتبرش ان الدنيا اكبر اهمك فالديق عليك الدنيا والديق عليك الحياة مفيش حاجة عتفوتك لان ربنا سبحانه وتعالى ضمر لك الرزقك وقال لك وفي السماء الرزقكم مما توعدون فما فيش شيء عنده بيضيع فسبحانه وتعالى ما فيش حد يسيب قلبه بيخاف وما بيشوفش الا الدنيا الديقة لا واسع مشهدك واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ملاها ملاها بالنعم وتيجي ليلة القدر عشان تختم على قلبك في رمضان بتقولك انا بختم على قلبك بختم الوسع وتحس ان انت بتتعامل مع كريم واسع وعشان نقدر نتعامل مع قافة الخوف من فوت النفحات فوت بقى ليلة القدر اللي فيه ناس كتيرة بيبقى خايفين من ده قوي لما واحد يصبح وإلى الناس عادة بتتكلم على انهم مليحوا وهو ملحقش لازم نعرف ان الكريم سبحانه وتعالى بيزداد كرمه في الخواتيم الكريم لما تيجي الخواتيم يعطي عطاء اكثر مما يعطي وعشان كده سبحانه وتعالى بيعتق في كل ليلة من رمضان عتقاء ففي اخر الشهر يعتق عتقاء بعد ما اعتقهم طيلة الشهر بعدد يعتق عتقاء بعدد من اعتقهم في طيلة الشهر ليه طيب؟ لان ده مقتدى الكرم هي دي الحقيقة اللي انت لازم تفهمها وده مقتدى الحب ان الله سبحانه وتعالى يحبنا فان انت مقتدى الحب ان هو حنين للمحبوب مهما تأقنت قرب ان انت تحس بحنينا لله سبحانه وتعالى هو ده الحب مش انك انت تحس ان فيه فرصة فاتتك مش انك تبكي على الفوات كل ما فات اذا كنت مع الحبيب الأجل فوقات كل اللي فات ده يجيب ربنا سبحانه وتعالى يجيب افضل منه بلاش فكرة ان انا لزت رمضان بتاع 2007 ده لا ربنا سبحانه وتعالى عنده واسع عنده من العطايا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عشان كده ليلة القادر كل مرة كل ليلة القادر بتيجي بتيجي وهي معها وسع يخلي حياتك تبتدي من جديد وكأنك بتدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ترجمة نانسي قنقر